كما أنه تخفى عليك آثار النملة عندما تمشي على صخرة ملساء سوداء في الليل كما كذلك يمكن أن يخفى هذا الشرك على بعض الناس ويقعون فيه وإذا جاء الحل لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من هذا الشرك الخفي طيب وقالوا كيف نصنع يا رسول الله قال قل اللهم أني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم لأن أحيان قد يقع هذا من الإنسان بقصد لكن لا يدري أنه يصلبه إلى الشرك لأنه إذا كان بدون قصد لا يأثم عليه الإنسان لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم سبعين خريفة فالقصد أن الإنسان حتى يسلم من أن يكون وقع في مثل هذا الشرك يدعو بهذا الدعاء اللهم أني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وهذا الحيث وإن كان فيه شيء من الضعف أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا أن بعضه العلمي حسناه